موسيقى العشرات من سائق سيارات الأجرى من نوع بيجو 608 وستروان سلفا 8 العاملين على مختلف الخطوط الولائية بسيدي بالعباس انقطعت مصادر رزق عائلاتهم بعد مصادرة مركباتهم من طرف أجهزة الأمن بحجة أن ملفاتها القاعدية غير سليمة مصير مجهول أضحى يواجهه هؤلاء بعد حج سياراتهم التي استغلوها لسنوات طوال ما طرح عديد تساؤلات في أوساطهم حول ذنبهم من ممارسات لا يزال المسؤول عن ارتكابها غير معلوم كاين معنا هنا كاين تاكسيات كاين في شلف بالك 14 كاين هنا في بلعباس كاين في تزايل عاصمة كاين في وارن في مستغانم في سطيف دوك رأي المشكلة راو بارت وقع في الولاية دوك الدولة لازم تدخل ملتحت ماش يجي من الفوكي ما هاد أخونا شراطونو بالمئة وخمسين مليون يجو ينحوها له هادي رأي خبزة ولادهم سيدة رمى مئة وستين مليون ورادوا كافستاصيون ولادهم عندهم شوش دينهم الخبزة أخوه وماش يخدم دوبلور ما يخليه واش هاد الناس اللي يدخلهم لازم نحبهم احنا يتحاسبوا احنا دعونا درعهم ما ليش قابلين بسأ هاد الناس اللي يدخلهم أخوه ميتمتعوش بدرعهم منهم ما دابين يتحاسبوا أخوه الوضع هذا جعل النقابة الوطنية لسائق سيارات الأجرة تحتزم تنظيم لقاء وطني لإحصاء عدد الأشخاص الذين حجزت سياراتهم ورفع الانشغال للجهات الوصية من أجل الفصل فيه في ظرف زمني لا يزيد عن الشهر الواحد قبل اللجوء لشن حركات اهتجاجية اشتركوا في القناة